قرها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يحشى تنزيلا ممن خلق الأرض والصمارات العنى الرحمن على العرش استمى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر للطول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسباب المسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا مخطال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعني آتيكم منها بقبس أو أجد أو أجد على النار هدى ألما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المطبس طوا وأنا اخترتك فاستفع لما يروحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وإن الصلاة بذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس دما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصايا اتركوا علينا وأرس بها على غنبي وأرس بها على غنبي ولي فيها مهارب أخرى قال ألقها يا موسى ألقاها فإذا لي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وقم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طبعا قال رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر عقبة من لساري يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هاون أخي أسدد به أزري وأسركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك برة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى لنقض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فللقه اليم بالساحل يبقذ عدومني وعدوم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تنفي أختك فتقول ألأذلكم على من يكفنه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن وقتلت نفسا فنجيناك إلى الغم وفتناك فتونا فلبثت سليل في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ هبا أنت وأخوك بآياتي ولا تديا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إنه طبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أم أن يطرى قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعربهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من انتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كهب وتغلى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطاكم لسيح خلقه وثم مدى قال فما بالكرون الغولى قال علمها عند ربي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهدا وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواجا من نبات ستا كنوا وارعه أرعاهكم إن في ذلك الآيات لهم من دينها منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تآوة أخرى ونقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال أوعدكم من روزين وأن يحشر الناس رحا فتولى فرعون فجمع كيده وثم أتى قال لهم موسى وينكم لا تفتغوا على الله كذبا فيسلتكم بعذاب وقد خاب من اخترا فتنازعوا أمرهم بينهم ونسرهم نجوا قالوا إن هذان لسافران يريدان أن يخرجوا من أرضكم بسحرهما وينهبا وينهبا بطريقتكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلك اليوم من استعدى قالوا يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون أول من ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيثة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعدى وألق ما في يمينك تلقف أصنعوا إنها صنعوا كيد ساحر ولا يثله الساحر حيث أتا فألقي السمرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آميتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وله صلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقرا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أن تقال إنها تقضي هذه بحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا لنا وما مكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيرا ومن يأتي مؤمنة ودع من الصالحات فأولئك لهم فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تسكى ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في المحر يبسا لا تخاف دركا ولا ترشا فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من أفيا مما وشيهم وأضل فرعون قوما وباهدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم كابب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوان كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم رضبي ومن يحلل عليه رضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآبد وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعزلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثني وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليهم رضا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا بوعدك بملكنا ولكننا حمنا أرزارا من زين تلقهم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيك فلا يعون أن لا يرجع إليهم طودا ولا يحلق لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هاروا من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نذرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى قال يا نامون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبلغ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فارغت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قذبة من أثر الرسول فقبرت قذبة من أثر الرسول فنبرتها وكما ذك سورت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لهم ساس وإن لك موعد لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكثا وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكثا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقوا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في السور ولمسه المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عسرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا محتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له طرودا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خال من حال ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا همما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إلي سهبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبدى فأكدا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما يمرق الجنة وعصا آده ربه خروا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضن ولا يسقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيسة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم هشرتني أعمى وقد كنت لصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فلسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يخبرن بأيات ربه وذعذاب الآخرة أشد وخبقا أفلم يهدرهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لغلنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكاد لزال وعجل وسمى فاصدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح ونطراف النار ومن آلاء الليل فسبح ونطراف النهار لعلك تغطى ولا تغدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتها في الصحف الكوذى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله نقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذن ونخزى قل كل متربص فتربصوا وستعلمون من أصحاب الصراط السمي ومن اهتدى